لا أجرى نبغي لا وساما لا صدا هي خطوة هي خبرة ورفاقه صارت تطوى ويتن هو وسيلة ولأزله عزم لنا دفاقه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 ساشن جديد مع الهايبرنات اما هرده هنكمل موضوع الكاريتيريا نتعرف ازاي نستخدم الكاريتيريا مع الاند والأور ازاي نستخدم الكاريتيريا في الأجريجيك و هنشوف مع بعض دلوقتي عندي المسود الخاصة بالسلكت وعايز اعمل سلكت على الداتا من الداتا بيس بس اطبق عليها شرطين من شرط واحد فعندي انترفيس اسمها كريتيشنز تمام و كريتيشنز دي هعمل منها اوبجيكت تمام واقلو اسكريبشنز دوتة ميسود اسمها اطرفنا عليها المرات اللي فاتت تمام و هقول انا عايز حرف الار في اي مكان من الاسم تمام ده اول اول رول عندي عايزة اعملها تاني حاجة عايزة اعمل كريتيشنز تمام و هسميها ايه مثلا و هقولو بيساوي ريس كريكشنز ضوت ايكوال عايز المرتب يكون اتناشر الف جنيه عايزة الناس اللي مرتبتها اتناشر الف جنيه يبقى لازم يكونوا شرطين يكون حرف اسمه ار تاني شرط يكون بياخد اتناشر الف جنيه غير كده مش عايز هعمل اوبجيكت من كلاس اسمها تمام و هقول ان اسمه و هقول بيساوي من خلال عندي مثل اسمها والمثل دي بتاخد تمام هضيف لها بكده عندي الشرطين تحققه يعني الشرطين عملتهم خلاص هبدأ اضيفهم على على اساس ان انا ابعت اجيب الداتا دي فاقول له add وضيف ال and هبدأ اران كده الداتا بيز هيروح يدور في الداتا بيز يجيب لي كل الناس اللي بيتحقق فيهم الشرطين دول ايه الشرطين ان يكون في حرف اسمه r في اي مكان فجاب لي رباب وجاب لي منار ويكونوا بياخدوا اتناشر الف جنيه دول بس اللي اتحقق فيهم الشرطين طيب نفترض ان انا عايز الشرط من الشروط ده دول بس هو اللي اتحقق فعندي مشت اسمها قوة تمام هقول له لو شرط بس اتحقق هاتلي ايه هاتلي الداتا هروح اران هجيب لي كل الناس بقى اللي بيتحقق فيها شرط من الشروط دي راح جاب لي ايه جاب لي يارا طبعا احنا ندخلين يارا كتير جاب لي منار عشان فيها الشرطين جاب لي منا عشان بتاخد اتناشر الف وجاب لي رباب عشان فيها الشرطين تمام بكده قدرت استخدم الكاريتيريا مع الاند والاور طب عايدين دلوقتي نشوف ازاي استخدم الكاريتيريا مع الاجريجة ميسود والاجريجة ميسودز ازاي ما احنا عارفين هي عبارة عن ايه الاجريجة ميسودز عبارة عن الناكس والميني والناكس وميني وأفريج وكاونت ورو كاونت هنشوف دلوقتي نستخدمهم ازاي فها كاريت اوبجيكت من الكاريتيريا تمام واسميه ماكس وعندي من خلال الكيو عندي ميسود اسمها سيت برودكشنز وسيت برودكشنز هتاخد برودكشنز برضو تمام والبرودكشنز دي عبارة عن جوه هبقى الميسودز المختلفة الخاصة بالماكس وبالميني بكل الحاجات دي اا ماكس تمام وهديها مين بقى عاوزة ماكس لسه للي هبدأ بقى اطبع ايه اطبع الداتا دي هجيب جملة طباع عادية system.out تمام وهقول له dot list dot to string عشان يطبع لي الداتا مزبوط هشوفي مين اعلى مرتب جوه ال data base اني اعلى مرتب هو 15000 جنيه طيب احنا عايزين نجيب الميني اجيب الميسود الخاصة بالميني وهغير اسم ال object اغير هنا برضو اممكن اغير هنا اروح ارنة هشوف ال data base هجيب لي اقل مرتب في ال data base وهو 4000 جنيه طب نفترض ان انا عايز ال average ال average وهو هجيب لي متوسطات متوسط الاجور جوه ال data base اه نسميه average تمام وهنا هي تمام وهنا هنقوله average متوسط الاجور عندي 5382 طيب عايزين نجيب مجموع المرتبات اجمالي مجموع المرتبات فهنقول له sum نغير اسم ال object وهنا ممكن ما نغيرش يعني على اساس التسهيل يعني اروح نرنه ونشوف اجمالي مرتبات الموظفين كام اجمال المرتبات 183 الف طيب عندي ميسود اسمها comment واحنا تعرفنا عليها قبل كده وكم انت بتعمل ايه بتعدي لي الصفوف الموجودة جوه ال data base يعني كام صف موجود تمام هنشوف دلوقتي كام صف موجود عندي 34 صف طيب عندي ميسود تانية زي الكاونت برضو بس اسمها count descent تمام ودي هجب لي الصفوف المميزة يعني ايه الصفوف المميزة يعني اللي مش مكرر فيها نفس الارقام عندي اربعة بس هما المميزين لاني مدخلة 4000 كتير عندي معانا اخر ميسود هنا اسمها row رو كاونت ورو كاونت زي انا داي الكونت بالضبط بتعد الصفوف بس ورو كاونت ما بتاخدش برو بيراتي تمام هنشوفها دلوقتي هجيب ال data cam 34 يبقى هي والكونت واحد يبقى بكده قدرت استخدم الاجريجة ميسودز مع الكاريتيريا عرفت ازاي اجيب ماكس وميني وأفرج وصم عرفت ازاي اجيب كاونت ورو كاونت وكاونت دستينت وعرفت ايه الفرق من التلاتة وعرفت استخدم الكاريتيريا مع الاند والأور بكده انتهت السيشن بتاعتنا النهاردة بتمنى اكونوا استفدتوا انتهت الكاريتيريا بتمنى اكونوا عندكم فكرة كاملة عنها بشكركم وقبلكم المرة الجاية ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته